وينضم إلينا من واشنطن الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور إدموند غريب ومن بغداد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور إياد العنبر مرحبا بكم ضيفي الكريمان أبدأ معك دكتور إدموند لماذا برأيك لم تعلق الولايات المتحدة حتى الآن على الأقل هل نحن أمام منعطف خطير إنجاز التعبير في العلاقات تحياتي لك والدكتور عنبر بدون شك أن الأوضاع التي تشهدها المنطقة تبعث برسالة بأن هناك توتر متصاعد هناك احتمالات لتوسيع الصراع الدائر بين حماس والفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية وخاصة بعد قيام الولايات المتحدة بإرسال قوات عسكرية وإرسال مساعدات عسكرية ومالية ودعم سياسي لإسرائيل فنرى المنطقة تواجه الاحتمال قدوث انفجارات متزايدة رأينا في الأشهر القليلة الماضية منذ بدء الأحداث بين غزة وبين إسرائيل بدأنا نرى فعلا تصعيد في الهجمات على بعض الأرصدة الأمريكية الدوار الأمريكية القواعد الأمريكية بعضها في سوريا بعضها في العراق رأينا طبعا تصعيد الذي نشده في البحر الأحمر هذه كلها بدأت تثير أسئلة هناك من يدعم هذا الموقف في واشنطن ولكن هناك من يرى وأن الولايات المتحدة يجب أن تأخذ موقفا واضحا وصريحا وقويا ضد أي هجمات من قوة تعتبرها إرهابية وأحيانا تصفها بأنها مدعومة من إيران لمنعها من مهاجمة القوات الأمريكية في نفس الوقت بدأنا نسمع أصوات أخرى ما الذي نفعله هناك لماذا نعرض القوات الأمريكية للخطر في تلك المنطقة ولماذا نتبنى سياسات تدفع الحكومات في المنطقة لمحاولة العمل كما يقول رئيس الوزراء العراقي الآن لإخراج القوات الأمريكية من العراق طيب دكتور إياد أليس ذلك هو الإحراج الذي كان متوقعا للحكومة طبعا تحياتي لك وأستاذ الدكتور إدموند أعتقد هو أكثر موقف محرج الآن هذه العملية تعد عملية نوعية وليس عملية تستهدف أنه مقرات للحشد وربما كان هذا ممكن في استهداف أقل وطأ ببغداد وبمقر وزارة قريب على وزارة الداخل يعني في مقر سيادي أكثر دقة حتى أكون بهذا الوصف لكن بالمقابل هو الآن الأمريكان وصلوا إلى نتيجة يبدو أن هذه الرسالة على أن الحكومة غير قادرة على إيقاف الهجمات ضد مناطق التواجد الأمريكي وحتى بيانات الترضية التي تنطلق منها دائما التي تطلقها أو فن الحكومة بنا تحاول أن تؤكد على الحفاظ على سيادة العراق وتندد بالهجمات الأمريكية وضربات الأمريكية وفي نفس الوقت تندد بمن يطلق الهجمات أنها لم تعد مقنعة للأمريكان ولذلك هم بادروا في أكثر من مناسبة بالرد التحول المهم بهذا الموضوع هو أن الآن نشهد عمليات رد مباشرة أو حتى في الأيام القليلة الماضية لم يكن هناك ربما استهدافات مثل قادم الأيام هذه التحول الخطير ينذر بأن الحكومة خارج إطار هذه المعادلة وخارج إطار السيطرة هي تكتفي بالبيانات وتكتفي أيضا بالشجب والاستنكار والدعوة إلى احترام سيادة العراق الموقف أكثر محرج الآن لأن الأمريكان يعمدون إلى أنه إصدار مثل هكذا هجمات على استهداف شخصيات أو مناطق محددة من دون أن يكون هناك تقديم قائمة إلى المتورطين حسب المعلومات الأمريكية باستهداف مقرار التواجد الأمريكي بالنتيجة النهاية هذا الموقف المحرج للحكومة طيب وضحت هذه النقطة تماما أعود لدكتور إدموند هل نحن أمام تعامل من قبل إدارة بايدن مع الواقع كما تعاملت إدارة ترامب مع حكومة عبد المهدي على سبيل المثال في فترة الماضية أعتقد أن هناك فعلا هذه النقطة مهمة وأعتقد أن هناك بعض التشابه ولكن كان هناك اعتقاد بأننا سنرى تغيير في طبيعة العلاقات وطبعا كان هناك الاتفاق أيضا الذي تم طبعا بتغيير طبيعة عمل القوات الأمريكية المتواجدة في العراق وقيل في ذلك الوقت أنه قد تم تحول أساسي جذري وهذا التحول يعني بأن الولايات المتحدة ستقوم فقط بتقديم المساعدة تقديم الاستشارات تقوم بعمليات تدريب وتساعد القوات العراقية ولكن فعلا كما قال الأدمر الكربي في ذلك الوقت وهو كان عنده إذن متحدث باسم الفنتاجون وهو الآن متحدث باسم مجلس الأمن القومي قال في ذلك الوقت أن التغيير فقط هو في الإسم هذا يعني بأن القوات الأمريكية لا تزال قوات عسكرية قوات قادرة على التعامل القيام بعمليات عسكرية وهي تلعب دور سياسي وعسكري وأمني أيضا داخل العراق وهذا ما يزعج بعض العراقيين ويقلق الحكومة التي سمعنا من أحد متحدثين باسمها بأن ما نراه الآن هو تهديد للسيادة العراقية وما يخلق العراقيين هو أنه لا يتم إعلامهم أو إطلاعهم على ما يمكن أن تقوم به الإدارة ولكن في نفس الوقت من ناحية واشنطن واشنطن ترى بأن هناك تهديد للقوات الأمريكية وأنها يجب عليها أن ترد ولكن أعتقد أنه من الضروري أن يكون هناك تواصل وتفاهم مع الحكومة العراقية لأن هذه بدأت تضغط على الحكومة لإثارة مجددا موضوع خروج القوات الأمريكية من العراق أخيرا لك أيضا دكتور أدبوند ألا يسكب ما جرى إنجاز التعبير الزيت على النار فيما يتعلق بارتفاع الآن مثلا وطيرة الاستهدفات للمصالح الأمريكية عقب هذا الرد بدون شك ما نراه الآن هو أن المنطقة خاصة في السبع القليلة الماضية وفي الأيام القليلة الماضية أولا رأينا مثلا الهجوم قتل جنرال إيراني في سوريا رأينا اغتيال الشيخ صالح العروري رأينا عمليات من هذا النواء رأينا الرد أيضا الهجمات على المطار في قاعدة أمريكية قرب المطار بأربيل في قاعدة الحريق جرف الأسد ومناطق أخرى وبالتالي فأن هناك تصعيد هناك المنطقة بدأت تشبه برميل بارود يكاديا فجر ومن هنا تأتي عميات الوصول إلى وقف القتال ليس فقط أولا تفاهمات في العراق ولكن فقط القتال في غزة خاصة أن الكثيرين في المنطقة هم غاضبين من ما يجري ما تقوم به إسرائيل وأيضا من الدعم الأمريكي لإسرائيل نعم شكرا جزيلا لك دكتور إدمون غريب الباحث والأكاديمي في العلاقات الدولية من واشنطن على هذه المشاركة نبقي الحوار أيضا مع دكتور إياد نعود دكتور إياد لما يتعلق بالتعامل اليوم كيف يجب أن تتعامل الحكومة مع ما جرى في ظل هذه الشراكة العميقة مع الولايات المتحدة ومع قوات التحالف بصفة عامة يعني الخيارات قليلة بعضها يحتاج نوع من المراوغة أن تبقى تندد وتستنكر بالبيانات ولا يمكن أن تحرك ساكن وأكثر خطورة ممكن أن تتخذ خطوة ربما تصعيدية أكثر ربما تبلغ السفيرة الأمريكية بعدم الرغبة بوجودها وتبليغها أو على أقل التقادير ووضع في الإيمان تبليغها مذكرة احتجاد لكن أعلى مراحل التصعيد التي ممكن أن تتخذ هذه الحكومة وهي أن تقدم طلب لإنهاء اتفاقية التعاون لإطار الستراتيجي الأمريكي المشترك أعتقد كل الخيارين بأنه لا تسلم مذكرة احتجاج السفيرة الأمريكية أو حتى إلغاء الاتفاقية أعتقد هذا مستبعدان الآن لكن أغلب الآرات ستكتفي بقضية الشجب والإدانة والاستنكار وهذه البيانات التي تصدرها بعد كل حادث لكن موقفها على النحو الداخلي أكثر إحراجا حقيقة من الجانب الخارجي مع الأمريكان هناك حديث على أن الأمريكان مدركين تماما عدم قدرتها على منع هذه الهجمات ولذلك هم يتبنوا الموقف لكن في المقابل هناك إشكالية تواجه هذه الحكومة الكثير من الفصائل موجودة ومشاركة ولحتى هذه اللحظة لم تتخذ موقف بمقاطع لهذه الحكومة وهذه إشكالية توضح على أن هناك ربما محاولة الاكتفاء بالبيانات والإسعاد الجانب الثاني الفصائل المسلحة التي تستهدف مقرارة تواجد الأمريكي بعناوينها الصريحة أصبحت هي واضحة وصريحة حركة النجباء حركة حزب الله وهناك فصيل اسمه أهل الكهف عنوان عام اسمه المقاومة الإسلامية هؤلاء ربما أنه يبدأ تحولهم باتجاه اتهام الحكومة هنا سوف نكون في خدش أمام نقطة فاصلة أن الفصائل سوف تنقسم إلى نقسمين من هم مع الحكومة ومن هم من خارج الحكومة هذا ربما يتطور الموقف ويعتبرون الحكومة متواطئة وعاجزة عن حمايتهم هذا تحول خطير إذا شهد في قادم الأيام إذا تكررت هذه العمليات والاستهدافات ويتبقى الحكومة محتفظة بقضية قضية التصريحات معقد جانب آخر هناك تعقيد قانوني أكثر في قضية إنهاء الاتفاقية إذا افترضنا أن الإقرار الاتفاقية يحتاج إلى ثلثي مجلس النواب أبطال الاتفاقية كما نصد عليه المعاهدة في الفقر المادة أعتقد 39 بأنه ممكن أن يكون بعد سنة من إبلاغ الطرف أحد الطرفين طرف الآخر بإنهاء هذه الاتفاقية ربما أيضا هناك إشكال قانوني يحتاج ثلثي أعضاء مجلس النواب هل الإطار التنسيقي يملك الثلثي أم سيكون هناك ثلث معطل لهذه يعني دكتور إياد حتى إنهاء الاتفاقية يبدو أنه يبدو أنه نهاء الاتفاقية حتى يأخذ وقتا طويلا حتى يتم يعني معقد الموضوع ولكن أخيرا دكتور إياد اليوم ما هو أفق التهديئة السياسية يعني إذا انتهجت الحكومة هذا النهج التهديئة السياسية في الداخل العراقي وكذلك التهديئة السياسية من قبل الولايات المتحدة يعني هذا صعب حقيقته الأمريكان وصلوا إلى نتيجة على أن الحكومة غير قادرة على إحداث مثل هكذا تهديئة وإيقاف هذه العمليات التي تستهدف مقرات تواجدها أيضا من جانب آخر الحكومة غير قادرة على إقناع الفصائل بأن هذا الموضوع سواء كان بالقوة أو كان بالوساطات حتى من خلال قيادات الفصائل الموجودة بالحكومة المشتركة بالحكومة على أنها يجب إيقاف هذه العمليات لأنها تحرج الحكومة فالحرج الحكومي أصبح من جهتين جهة داخلية وجهة خارجية جهة الأمريكية وجهة الفصائل التي تستهدف أعتقد الأمور أصبحت خارج سيطرة الحكومة فالحكومة ليست لديها الخيارات إلا أن تكون بأمام خيارين الأول مواجهة هذه الفصائل ومنعها من استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة وأما أن يكون هناك البقاء باتجاه البيانات الشذب والاستنكار والاعتراض على انتهاك سيادة العرام نعم شكرا جزيلا بالنتيجة أعتقد أن حتى طيب تفضل أكمل النتيجة يعني بالنتيجة أعتقد أن الحكومة في أضعف حالاتها وفي أسوأ اختيارات أمامها شكرا جزيلا دكتور إياد العنبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد شكرا جزيلا لك على هذا الطرح وقبول الدعوة